اشتركوا في القناة وذلك لا اله الا الله في طريق الطائف الرياض السريع حدثني احد الشباب من الذين يعملون في القوات الجوية قال رجعت يوم الاربعاء الى الرياض وبينما انا في الطريق قبيل صلاة العصر تحت حرارة الشمس اذا بسيارة سوداء من نوع اكارد قد انقلبت على التنده وهي وحيدة لا يمر عليها احد ويقف ابدا فوقفت انا وصاحبي فلما نزلنا واقتربنا من السيارة اصبحنا نقدم رجلا ونؤخر اخرى انتفضت قلوبنا من الخوف فقلت له يا ابراهيم ما الذي حدث فقال لي والله الذي لا اله الا هو ان صاحب السيارة قد انقلب وجهه الى اللون الاحمر من كثرة الدم المتدفق عليه فالتفت الى صاحبي والتفت الي وقرأ بعيني ما قرأته بعينه انه لا احد سينقض هذا بعد الله الا نحن فالناس يمرون ولا يقف منهم احدا فجذبناه من السيارة ثم قذفناه على التراب واخذت اضرب صدره بخفة ورقة وهو يشهق واقول له باعلى صوتي يلغالي قل لا اله الا الله يلغالي قل لا اله الا الله وهذا يشهق قل لا اله الا الله تدري بماذا تكلم يا ليته سكت ولم ينطق بحرف قال العيون السود وشلون منها سحر ذوبني بغزلها بوس من خدك حبيبي ثم شهق شهقة طويلة ثم مات ثم شهقة طويلة ثم مات ثم مات ابناء لا اله الا الله ابناء لا اله الا الله يموتون على غير لا اله الا الله أبناء لا إله إلا الله يموتون على غير لا إله إلا الله كل نفسيا ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلى متى ونحن والشباب يملؤون المقاهي والاستراحات إلى متى والبنات متبرجات كأسيات عاريات في الأسواق إلى متى والدشوش مضطجعة فوق بويوت من يشهدون أن لا إله إلا الله إلى متى وسياراتنا وجوالاتنا مليئة بالأغاني والمعازف والمقاطع إلى متى ونحن لم نصلح العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم